منتخب مصر كرة اليد خبرنا التاني وزا ما تبعتوا حضراتكم على شاشة قناة النادي لأهل مبارح بعد استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة شفنا دي فوزنا على الأنجولا بفرق أهداف مريح جدا في دور التمانية تاني المجموعة الرابعة احنا المجموعة والمجموعة التانية كان بيلعب تاني مجموعة الرابعة وفوزنا وتأهلنا لقبل النهائي عشان نلعب قبل النهائي بطعم نهائي هنلاعب تونس في قبل النهائي والمباراة دي كانت مفوت بأنهائي طبعا ولكن القرعة وقعتنا في طريق بعض في دور الأربعة ده النهائي المبكر السوداس النادي الأهلي كان لهم دور كبير جدا وقادوا المنتخب لهذا الانجاز الكبير احنا كده ضمننا التأهل لبطولة العالم القادمة ولكن ده مش هدفنا احنا عايزين نروح أولمبياد كمان طب مين اللي بيروح أولمبياد الأول زي ما بقولك كده يعني لازم نكسب قبل النهائي ان شاء الله ولازم ان نروح بعد كده على النهائي نفوس بيها هي غالبا لتبقى الرأس الأخضر أيها الرأس الأخضر اللي عاملة طفرة كبيرة في الرياضة خاصة كرت القدم السلة اليد الرأس الأخضر عاملة طفرة كبيرة هذه الجزيرة الصغيرة جدا اللي أنا الحقيقة يا كلية الحظ نظرتها جزيرة صغيرة انت بالطيارة بتشوف أولها وآخرة طيب المطش ده تحديدا شاهد تقالك أحمد عادل ومطش أنجولا لعبنا لعب الدائرة الهجومي أو لعب دائرة الهجوم وطبعا سجل سبع أهداف وفاز بأفضل لعب في المباراة المنتخب زي ما قلت الحضارة ما لعب تونس في مثابة نهائي مبكر إن شاء الله والطرف الثاني هيكون الجزار ورأس الأخضر يعني بنسبة 99% رأس الأخضر اللي هتتأهل طبعا مع كل الاحترام من منتخب الجزار ولكن الرأس الأخضر كانت حتى في منتخبات الشباب بتوصل للنهائي منتخبنا هو حامل لقب آخر بطولتين عشرين عشرين وعشرين اتنين وعشرين وهيكون ده إن شاء الله يكون اللقب التالت للأول مرة في التاريخ واللقب التاسع لمصر عشان نقلص عدد البطولات بيننا وبين تونس إلى بطولة واحدة هنكون إن شاء الله يا رب بعد فوزنا هنبقى تسعة بطولات يا ربش عزيز بقى الأحداث خلينا نتكلم إن شاء الله نقول لكم الإحصائيات بتاعة أرقامنا ولكن بعد فوز منتخب مصر بهذه البطولة المباراة شهدت إقبال جماهيري خطوة بخطوة مع كل مباراة مع كل مباراة وإحنا من هنا بندعو الجماهير المصرية إنها تروح تآذر منتخبنا الوطني للعب المباراة بكرة الساعة السادسة إن شاء الله على الصالة رقم واحد في استداء القاهرة وعايزت كمان أبلغ حضراتكم إن احنا هنزيع المباراة بكرة على الهواء مباشرة هنزيع المباراة بكرة على الهواء مباشرة والستوديو التحليلي الرباعي هيكون بكرة الساعة خمسة هنتناول تحليليا كل مباراة اللي فاتت ثلاث مباريات من ناحية الفنية من كل شيء اللي حراس المرمى هجوميا من الستة والسبعة وتسعة يرضى هنتكلم عن المنجات هنتكلم عن تشكيلنا بكرة هيبقى عندنا فقرة تحليلية قبل المباراة مهمة جدا طبعا أتمنى من الجماهير المصرية وخاصة طبعا جماهير النادي الأهلي ان يتابع المباراة بكرة على شاشة قناة النادي الأهلي بإذن الله